في موضوعنا اليوم عشت عدة جامعات مغربية على إقاع أحداث عنف في الأوين الأخيرة وهو ما شكل السمرار لأزمات شاملة تعيشها الجامعة التي كانت إلى وقت غير بعيد آلية لإنتاج النخب في مختلف المجالات للحديث عن ما يحدث داخل الجامعة يسعدنا أن الصديف دكتور محمد العمراني أبو خبزة المحلل السياسي وأيضا الأستاذ الجامعي ربما أن تقريب من هذا المجال مساء الخير إذن ما الذي يقع في جامعاتنا وأي تشخيص يمكن أن نعطيه للوضع الحالي من الصعوبة مما كان الحديث عن تشخيص موضوعي وشامل لواقع الجامعة المغربية لأنه يمكن أن أقول أن الجامعة المغربية تعيش أزمات مركبة فبتالي منها ما هو بيداغوجي منها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية منها ما هو مرتبط بالبرامج إلى غير ذلك ولكن ربما ما يهم في الوقت الراهن هو تشخيص واقع العلاقات داخل الجامعة المغربية هذه العلاقات التي أصبحت مطبوعة أو موسومة بالعنف هذا العنف الذي لا أقول أنه ظاهرة جديدة داخل الساحة الجامعية المغربية بل هو كان قديما على الاعتبار أن الجامعة تضم بين أصوارها شباب والشباب عندما هناك ثوران الشباب ودائما الشباب في غالب الأحيان يلجأ إلى أو يعتمد كآلية للتعامل على العنف لأن في الجامعة كان هناك تأثير إيديولوجي وهذا تأثير إيديولوجي في الغالب كان قائما على الثورة والثورة غالبا كانت على أساس العنف عندما كنا نتحدث مثلا عن الفكر الماركسي داخل الجامعة وكان مهيمنا في مراحل طويلة على الجامعة المغربية كان يعتمد العنف الثوري كأساس للتغيير وأساس للتطور ولكن الآن لربما أن هذا العنف لم يعد عنفا قائما على أساس إيديولوجي بمعنى قناعات إيديولوجية يتم تصرفها عبر العنف بقدر ما أنه هو سلوك مرضي أصبح يطبع سلوك الطلبة داخل الجامعة المغربية كذلك أن هذا العنف هو نتاج لتصريف خلافات سياسية خارجية داخل الساحة الجامعية ربما في السابق كانت الجامعية القاطرة لأن حتى عندما كنا نتحدث عن الماركسية فالماركسية كانت تعتبر طلبهم وقود الثورة أو كلاب الثورة حسب تعبر لينين لأنهما القيادة الفعلية ما ليتم غسل أدماغتهم إذا لم يكن هناك الدافع إيديولوجي كيف يتم دفعهم للعنف لذلك قلت أن تصريف خلافات سياسية خارج أصوار الجامعة داخل الساحة الجامعة ربما أكبر معضلة نعيشها الآن فهناك فئات أو تنظيمات أو طيارات سياسية أو فكرية لم تستطع في الواقع أن تتموقع داخل المجتمع بشكل من داخل مؤسساته ككل فهي الآن تقوم بتصريف مشاكلها مع الدولة عن طريق الجامعة فالجامعة بالتالي أصبحت ذلك الممر التي تبعت من خلاله هذه التنظيمات رسائل واضحة لمن يهموه الأمر لذلك فما نعانيه داخل الجامعة الآن من ظهور هذه الحالة المرضية كما قلت أنها تغطي حتى على الجامعة ككل على الوظائف التي وجدت أو خلقت من أجلها الجامعة بل أكثر من ذلك حتى أنها غطت على الوظائف الأساسية والجوهرية وهو إنتاج المعرفة وكذلك حتى فيما يخص الشغل لإقتصاد المعرفة فهذه الأمور أصبحت تانوية بالنسبة للطالب ولم يعد يدركها هل الوظر كامل أم أنه يخص بعض الحالات المحدودة في بعض الجامعات في بعض الأحيان كنا نقول أن هناك هدوء ولكن هذا الهدوء ربما أنه الهدوء الذي يصبق العاصفة فبالفعل أن في الآونة الأخيرة طفت إلى السطح حالات مسترسلة في مواقع جامعية متباينة فلم نعد ندرك بالفعل هل أن الأمر هو عابر أم أن الأمر هو أصبح بنيوي ولكن لربما قد أقول بحكم القرب أن الأمر هو بنيوي أكثر مما هو عابر بالنظر كما قلت إلى المشاكل البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية على المستويات ككل كما قلت البيداغوجية والبنية التحتية والبرامج التعليمية إلى غير ذلك كذلك هناك غياب تصور أو استراتيجية وطنية سليمة لما نرغب من الجامعة ماذا نريد من الجامعة فمثلا على سبيل المثال نغير في استراتيجيتنا دون أن نخذ بها عن الاعتبار واقع الحال على سبيل المثال للحصر مثلا لانتقال في الجامعة المغربية من الاعتماد على الكيف على الجودة إلى الكم على العدد لكي نضاهي به المجتمعات الأخرى ولكن لم نقود بعين الاعتبار قدرة الجامعة المغربية وبنية استعاب الجامعة لهذا العدد الهائل من طلب الوافدين على الجامعة كذلك أننا نسينا مثلا أن نناقش البرامج والاستراتيجيات الوطنية في مجالة التعليم لربما جالة المالك في أحد الخطاب أشار إلى هذه النقطة نقوم بسياغات برنامج ومخطط ونأتي هنا نتوقف في منتصف الطريق فويلات هذا التوقف هي أكثر من الإصلاح في حد ذاته لأن عملية أو تنزيل المخططات كمثلا المخططات الاستعجالي البرنامج الاستعجالي الذي تم وضعه 2009-2013 توقف في منتصف الطريق لا تطبق هذه المخططات إلى النهاية نعم بعد التشخيص الجامعة الأكيد أنها تعاني من مرض ما هو العلاج دكتور؟ العلاج هو ربما يجب أن يبدأ من الدولة ذاتها يجب أن تعيد الدولة الاعتبار للجامعة المغربية على أسس أنها مؤسسة استراتيجية فجاء دستور 2011 ربما كانت صدمة بالنسبة للجامعة وهو أن لم تعتبر الجامعة كمؤسسة عمومية استراتيجية كباقي المؤسسة العمومية الكبرى التي نراهن عليها وهذا تحول لم يكن في الحسبان وهذا يبين بأن الدولة في وضع معين وكأنها في طريق التخلص بشكل من الأشكال من الجامعة العمومية بفعل وطأت المشاكل التي أصبحت داخلها والاتجاه نحو الجامعة الخاصة فابتلي هذا الأمر يجب أن يعاد فيه النظر يجب أن يناقش بشكل عمومي وتكون فيه بشكل واضح جميع الفاعلين يكون لهم رأي لماذا تخلي بهذا الشكل وفي هذه الفترة بالذات عن الجامعة العمومية وبالتالي حتى الحديث عن وجود توجه طبقي داخل المغرب في التعامل مع الجامعة العمومية وكأن أبناء الشعب من طبقات الدنيا يزج بهم داخل الجامعة العمومية بمشاكلها في حين أن الطبقات الأخرى نبحث لهم عن روافد في الجامعات الخاصة والجامعات الدولية أو حتى بعتهم من جامعة لا نعم طيب ما يخصنا اليوم هو حالات العنف المتزايدة هل المقاربة الأمنية كفيلة بحل هذه المعطلة الآن يجب أن تكون هناك مداخل متعددة لمعالجة الوضع لا يمكن الاستغناء عن المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية أصبحت جزء من الحل ثم المداخل الأخرى وهو كما قلت إعادة الاعتبار للجامعة المغربية العمل على ربط التكوين بالشغل قدرة حتى الفرقاء السياسيين على التنشئة فلا يمكن أن تبقى جل هذه الفئات الواسعة من الشباب المغربي أنها خارج التأثير وخارج الاستيعاب والاحتضان لذلك يبقى هناك مداخل كما قلت متعددة يجب اعتمادها في نفس الوقت وليس بشكل تجزيئي نعم الأستاذ محمد العمراني بو خبزة المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات